الرقم الحالي علات الأمور الالسطاة علات werde علات سوك علات أمدر علات الأمور عليها العام إلى الأمور ثم نحنأت للصفظاخ علات من الوهل غير المطلوب لم يتحدث للينجليز الآن لا أود لابد ع useful تعلم بنا نأخذ إشي اسمه Arabic Anthology واسم Arabic Anthology إنها تكون أخذيها الحاجة نحكيها حكو شوي هلأ الموضوع فيه إشي اسمه أغارتكي نسمها Arabic Anthology مكتوب بالعربي بالدونس يعني الورقة العنية مكتوبة بالعربي انا مش انترجب يعني أنا كتبتها بالعربي من الأساس مش موجود لها نسكة بالإنجليزي حدو يعني عنوان بالعربي كيف آه العنوان حطيته حطيت الأعنوانين واحد بالعربي واحد بالإنجليزي بس النص مكتوب بالعربي وفيه كيف تكتب أمس وبرضو بفيد إنظر واحد إذا بكرع كمان عن الكلام اللي بنحكيه اليوم طيب الارابيك انتولوجي هو اسم مشهوع بنفس الوقت هي كمان الارابيك انتولوجي الارابيك انتولوجي بلشنا فيه الفكرة من 2010 هون في جمع كبيرسال هي تفضل تستعملها الارابيك ويرد تخيل الارابيك انتال انجليزي بالضبط بس طال العربي بس هي اكثر من هيك فيها اشياء غير عن الويردد يعني اخذت الفكرة منهم يعني كنتشكور اخذنا الفكرة منهم او مش منهم اه اه هو الموضوع احنا اللي سوينا انتولوجي الخلفية الخلفية طبعتنا الفريق كله اللي بحكي لكم هو مش linguistics مش وغويين وبس مش bi лес في لوجيك وفي علم الانتولوجي نفسه بتوجك اللي بكم يصلوا معنا على الموضوع خبرتهم في الانتولوجي شيء الانتولوجي أكثر من خبرة الناس اللي اشتغلوا في الوارد فليس نقولوا أنه it's not unlike wordnet ليس اللي بكتبت الوارد نت عن الارابيك الانتولوجي منها مش بس على العربية الإيكليزية إنه it's logically من ناحية علم المنطق وفلسوفيكلي اه لسيكلي وفلسوفيكلي well found يعني إحنا مبعدين من الأمور الفلسفية يعني الفلسفية الارابيك الانتولوجي أكثر تأسيسا الأمور مأسسة فيها من ناحية علم المنطق ومن ناحية فلسفية أكثر من الوارد يعني عدتوا عنهم مثلاً الإخلاقات أو المشاكل بالضبط بالضبط يعني مع الآخر انتولوجي يعني هاي إضافة للي خلال تصير الانتولوجي مش بس بس ببال الارابيك الانتولوجي بس على الأقل اللي تبدأ تستعملها ك كويرد هلا نفس الإشي اللي شفناها الرسمات اللي شفناها في البرزنتيشن تبع الويرد نت هاي أنا رسم في عدد اللي غشر فيها الارابيك الانتولوجي شو هاي جدول شو معنات جدول والفين هكثر من معنى مصفوفة بيانات مكونة من صفوفة عملي شو كمان معناها ماهر صغير شو كمان معناها جدول رتب الأشياء على شكل جدول اذا كانت فعلت عليها مش شكل هاي كلمة جدول إلها ثلاثة معاني كلمة مصفوفة شو معناها ترتيب ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب يعني نقول هاي مصفوفة كراسي هاي مصفوفة سيارات اي اشي فيه جنبا إلى جنب منسميه هاي لاحظ العلاقة بين مين ومين بين معنى لا مش بين جدول بين معنى من معاني جدول ومعنى من معاني مصفوفة اه على المعنى اه مصفوفة اه كمان هي سميناها جنس من الترتيب ترتيب هل هو معنى من الترتيب الأول شو معناها الترتيب تنظيم الأشياء تنظيم الأشياء بصورة مهجين يكون مرتب يعني مضبط بصورة مهجين صح وإلها كمان شو معناها الترتيب تقول شو ترتيبك بالصاب بتقول لي أنا أنا الخامس اللي هي موضع الشيء ضمن نسك تعاقب تعاقب يعني مسلطة تعاقب يعني مسلطة تعاقب تعاقب هلأ اه لو جينا لا 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 مثلاً هاي نهير صغير بس الأشياء تعاقب يعني بلات الأشياء عشق الجدول ليه بصمتين الأشياء بصورة منهجة أنا لحظة لحظة هلأ لو جينا على أي إشي مرتب صورة منهجية بغض النظركية هذا منسميه ترتيب هلأ نوع من أنواع الترتيب هاي ترتيب مش بس بصورة منهجية وكمان جنباً إلى جنب هاي الحالة هاي شو نسميها مصخوف مصخوف سمحت شو ترتيباً في شو ترتيباً في الصرف أه اللي هو هذا المعنى مش هذا المعنى هلأ هذا المعنى إنه إذا أنت شكت إشي مرتب بصورة منهجية ها شو بتسميه ترتيب إشي منظم سوري منظم بصورة منهجية تسميه ترتيب هلأ هلأ إذا كان الترتيب الصورة المنهجية هذه كانت جنباً إلى جنب مصفوف فبتصير تقول آه هي مصفوفة على فكرة كل مصفوف هي ترتيب لا إذا كانت مش بس جنباً إلى جنب وعلى شكل صفوف وأعمدة بصير جنباً إذا كان لذن هذا الجدول عناصر كيموية مرتب حسب أوزانها الدرية جدول الدوري ها جدول الدوري جدول على فكرة هل كل جدول دوري هو ترتيب لا لا كل جدول دوري هو ترتيب نعم نعم ترتيب بس موش موش بشكل تدور مرد بحسب لا هلأ شو تعليه بترتيب بصورة مهجية طب هلأ الجدول الدوري منظم بصورة مهجية أطلس معناه بترتيب ومش بشكل ربطه أصر مش شرط مش شرط لا 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 الجدول الدوري يصب بوعة متر لا لا ما نصب بوعة متر صفو عمد تهلي ونظم الأوزان طيب تغذيب 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 يعني لا لا يكون هذا الجدول لا يكون هذا الجدول وكذلك لا يكون هذا الجدول ما مش مهم؟ يعني ما في عمد اسم فيه لا وهذا ما شكركم ويشترك كل الجدول له اسم فيه مش شكر في الصفحة مش شكر في الصفحة كله شو هو لكن تتحكدون بين الأشياء بصورة ومعنى جي اللي هي الجزء من جدول مرد 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 صورة مرد جي مرد صفحة مرد صفحة مرد صفحة مصفحة الجدول هو يوار عن ترتيب بس مش شرطك هو مصفحة مبلا كيف هذين يتم الجدول الدولين الجدول هي عمدين وهو مجموعة أصفحة مرد صفحة جمبل مرد صفحة جمبل مرد صفحة جمبل هو أصلم أصلم موقعه ومش بس انه مرتب ترتيب هيك تقدر تخطها مرد باعه اللي فوق واللي تحت واللي عجبه من هون عجبه من هون باعليش فهو أصلم في صفوفه أعملي حتى لو كان بعض الصفوف الأعملي فارغ طب على كل حال طب هاي أيام جدول بأيام السنة مرتب حسب تعقوبة الزمنة جدول نسميه أجندر جدول عا كل حال هبجيها هاسا أكثر بس خلينا ندروس الموضة هاي 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 جدول جدول ليه جدول 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 لا مش ضمنيا لا لا هاي بجوز معيين اللي العلاقة ببعض بس هذا معنى وهذا معنى جدول 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 رتب الأشياء على شكل جدول أو إذا جدول رتب الأشياء على شكل جدول يعني مزل مزل بس آنوي خليني هلها هاي هون هاي هون إذا في عندي جدول جدول عادي وفي أيام السنة كلها مرتبة ترتيب تعاقبة ما أعلم نسميها الأجندة صح؟ يعني استعمالك بكلمة جدول في التعليم بليكروس استعمالك جدك تعرف انا بتعرف جدول تعرف جدول هلا خليني 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 بليكروس هلا بجي هاي بعدين هو أنا متيش اشرح كل شي هلا مرة واحدة هلا طلعوا كيف شافي هلا هاي بمعنى آخر الكلمة هون هاي مالي كل كلمة عنا خليني نوخذ هاي هاي مش سنسد كمالي زي الوردن عندنا الكلمة معانيها وعندي رقم أركام واحد اثنين ثلاث اربعة خمسين ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي هذول شو من هكام ها هلا الكونسد اي دي اللي هو زيني السنسد اي دي بالمناسبة تو ايدنتفايا كونسد البلوسيبي وين البلوسيبي هوا هاي البلوسيبي صح طب السنون همين وين فيش متاب عليها طيب لو جينا سألنا السؤال نفسه لمالي كيف ممكن نددهت ليس جدول دوري وجدول هاي جس من هاي جدول وصف جدول لا لا هلا صاف لا مثال في مترادة بس حتى لو في مثال يعني افرض انه هاي بنا زيدها وحدة هون وهذا المعنى موجود هون ميش مهم هاي تريكة رسم بس عشان اوضح لكم سورة كيف ممكن نبني داتا بيس الخزين هاي معنى ما نبني جداول جدول يعني نبني تابل اه تابل رقم الوصف ها هو نفس الداتا بيس اللي بنناها هالا نفس يعني بس لتكون كوية طريق التصوير طريق التصويري غير عم طريق التصويري في محاضرة الوعدة بس هو نفس الاشي بتقدر برضو تماما تصوفه زي وعدة شكلو في دول لا 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 فرشل الله عم طريق التصوير تضروا انها جدوان مش ممكن تور في مكان تاني لان كل المعاني بيحتملها جدوات موجودة صحيح كلمة انها اكثر من معنى اه كلمة انها اكثر معنا هاي هاي كلمة قصد كلمة انها تكرر نعم 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 هاي بس طريق التوضيح هاي بس طريق التوضيح مش هيك نقوله في الخزن بس هاي هاي بسميها هاي بس طريق التوضيح هاي بسميها و هاي بسميها و هاي بسميها لاحظ هاي نروسم طبق اخضر اسمها جنس من هاي جزء من يعني صاف جزء من جدود وهي نهر النيا إن مع صدك من مع صدك من هو إنستانس ل مثل اللي هي البعث أوب والسرطة أوب وهذا شو إبليكسيكال ريليشي اللي هي زي السرينيكوب روت أوب أبريدياشيك مصطر من جادر من تفعيلة فعل هاي علاقات بي كلمات مش بي معان طيب أمطلوجيز are mainly concerned with سمانيك ريليشي طيب هلأ الأرابي كنتولوجي إذن شو تعرف الأرابي كنتولوجي يوسف همي 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 كونسيكس تعون كلمات العربية كلها يعني معاني هم مجموعة معاني جميع كلمات اللغة العربية وعلاقات سمانتيكس بي كمان مر شو تعرف الأرابي كنتولوجي معاني جميع الكلمات العربية وعلاقات بين المعاني بين هاي المعاني بس هذا هو تعريف الأرابي كنتولوجي شاهر مش مهم حلينا نحكي هلا تيوري بعضين بعطيك ستتستيكس كيف نسألها طيب طيب أنا أرابي كنتولوجي إذن جيبي الكلمات اعمل تعدد معانيهم وحط معالكات بينها المعاني طبعا أهم واحد عادة نزميها السبتايب ريليشن أو الجنس منو شو معنات السبتايب ريليشن بالويرد نت يا محمد شو معنات إنو شو معنات شو معنات الهوبون هم ايه؟ او السبتايب او الاسئة لنشن بالويرد نت يا محمد تسأل الناتب إنو هالغارب شو سبت المعاني بالخاف إذا بيقبل هالناتب هاي هي كل بساطة كل بساطة تعريفها فيه الويرد نت طب بالغربية انطولوجية مهم لا 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 شو نسيشن ها بمعاني الجو غريب كان المعنى هلا شوف بالزبط شوف تعمل كان المعنى بشتايب ايج اه ماتماتيكال ريليشن اوضر ماتماتيكال ريليشن اللي هي صبس ايه صبسة مميه سجده كل إنستانس في ايه وبالضرورة كمان إنستانس كمان كانت فعندتو عمود فور مطارق هلا شوف بالزبط كمان مرها شو معناها خذ يا مالك جير هاي الخرى الارضية كلها وهاي كل الأشياء هاي كل الأشياء هاي هون الكراسي والناس واللاتوبس وال والتيبلز والمصروفات والترد كل شيء هاي كل شيء هلا هاذا الاشي طلع هلا أنا باجي بقول بعمل صور حوالي بابني صور وبدين بجيب منه هاي النقاط بعض النقاط مش كل الاشي بالعالم بقول هاذ هو هاي الأشياء اللي مرتب بصريقة بصورة ممنهجة يعني بقول لك هاي مرتب بصورة منهجة لا هاي مرتب بصورة منهجة لا هاي 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 الحالات اللي بالعالم كلها عبر التاريخ جيبها وحطها بكلب هذا الصور والبعد ما تشوفها في قسم منها وهي لما الترتيب بيكون بصورة منهجة بيكون جبا الى جب نسمي هاذا شوني نسميهم مصفوفة اذا اذا هاي هاي او الدائرة هاي العالم هاي الدائرة اللي هم الاشياء التنظيم الاشياء بصورة ممنهجة اللي سميناها ترتيب وهاي هاي هلا شو معناها هاي يعني انه شو معناها ثري بقوله هو انه فيه شوالا عنصر موجود في عشرة موجود في 14 هذا هو السر هلا كمار مرة بجيب بقول او جزء منهن على شكل صفوفو اعمده ما نعلم هؤلاء سميهن جدوى بعدين فيه منهن كسم سميته جدوى الدوري وفيه كسم منهن سميته اجدوى اجدوى هيك الزبط معنا الصبتايف ريليشن فيه فيه طبعا الانهيرتاس شاف لايهو شو انا في الانهيرتاس هون ما هو بالضرورة كل واحد هون فيه الصفات الموجودة فيه 14 وعشرة وستة ولا لا هاي معنى جرين هيرتاس طال الهبونومي في الويرتن بطنضي سيف ناس السبتايف ريليشن اللي هي موجودة بالقرابي كنتروجي كريبة جدا بس بتحتك شوية عن الهبونومي تاعة هون مقدرش احط نهر النية اعملو سيف لانه اصلا مش سيف هو ام هو المن مثلا مثلا طيب فيه اشي بالفيزورس في المكانز بسموه جيناريك سبيسيفك العامل الخاص فيه مكانز بيسموه في عندهم علاقة ما شو بسمينها لا سبتايب اوف ولا هوبونومي ولا جنس من شو بسمينها معنى عام ومعنى نخص هذا ربش هذا ربش يعني بده رمي تماما انطلط ما بتقدرش تسفيد منه على ذكرة في حدا سأل سؤال محاضرة الماضية شو الابليكيشن تاعد كل هذا الكلام خليني اجاوذكيوني بس نجاوبها بعد شوه خليني هاي اللي هي خلينا عمل تعليق انه مش شرط بتطلع الارابيك انطلوجي او الويرد نيد 3 بس خاصة الويرد نيد تسمونها لتويرد يعني فيه اشي الو ملطب نفس الكنسيب الو ملطب الانهريتاس الارابيك انطلوجي بحاول يكون لعبة اذا اه معناته فيه مشكلية لازم نحلها نحاول انه لا اقصر ما نستطيع لحد هلا لحد اللي مبنى فيش فيه ولا مغضب انهريتاس بس احنا مش كاملية لحده الاشي الثاني الريجيدي الويرد نيد مفهومة الريجيدي اصلا مكانش موجود لمن بنى الويرد نيد هلا احنا كل شي نحسبه رجل ومش رجل كيف لازم نكسب طيب بين التو ورجل ها طيب شو همي كنا كدش بالويرد نيد كدش كدش كود خمس ورشي العربية انتروجي واحد شو هو اسمه كينوني طيب كم واحد تحته كم واحد تحته خمسة فيه او كياد نسميه ومجرد بس فيه اشياء ثانية انت ما كنتوش نتوكر خلينا من هذولا دولا دي يعني حالات نادلة جدا اللي هي الخاصية والمعلومة بس فيه اشياء اسمه عملية الهضب هذا له اشي مجرد وله في سكاة بس هو في عين الكينوني الكينوني هي كل اشي كينوني كل اشي كينوني ملموس ومحسوس مش شرط ملموس ومحسوس ملموس ومحسوس بس الكاة على فكرة مش بس الكائن هذا هو بس الكائن المادي الملموس ومحسوس لسه فيه اشياء اسمه كان اعتباري الكيان ايه سوري كيان اه الكيان محسوس لا يعني المقصود هون انه يعني مثلا لو قلنا الكره الكره مش كيان الكره ايش مجرد صح الحضر ايش ايه عملية صح بروسس بروسس انتتي اه اه كل اشي انتتي طبعا البروسس انتتي شيء موجود نعم صح سواء كان مجرد ولا موجود ماديا او موجود اعتباريا لاحظ الحب الكره هذا موجود بالواقع صح مش ايش اعتباري بروسس لا 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 بحكيش على العملية بحكيش على العملية اذا كان في جزء منه عملية في جزء لا مثلا تفكية التفكير العملية التفكير عملية اه بس التفكير نفسه مش انها نفسه اللي هي كذلك فيها الفكرة يعني اللي هي هاي تيجي اشي مجرد هايها فكرة طبعا بس العملية انتاج الفكرة عملية بس التفكير خاصية لا خاصية ها هلا بنيجي هاي هلا اللي بديقوله انه انطلعوا في عنا يعني يعني الكيان الاشي المادي الملموس هو بيجي هون لانه في كائن اعتباري يعني في عنا كيان مادي وكيان اعتباري زي الجامعة المؤسسة يعني زي الشركة مش في مبناها ليقالي ليقالي تبعتها شخصيتها ايه شخصية تباري هي كيان هاي كيان مادي اش كيان اعتباري طيب المجرد قلنا زي فئة وموقع وفكرة وكمية وصفة وإلى آخرين هلا هذول عنا اللي بسميناهم الطبلفين اللي انا بسميهم امهات مش الكلمات امهات المعاني لجميع الكلمات العربية هذول امهات المعاني يني الخمس وعشرين خمس وعشرين يش واردن خمس وعشرين الوردنة عندهم لا 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 الوردنة بخمس وعشرين طب يعني الوردنة اذا بدلي طربتين خمس وعشرين في واحد فوص بطلع هوا خمس وعشرين احنا هون خمس احنا هون خمس وعشرين هلا فعليا الوردن بيطلعوا كمان بغرض انت بلاك بحط كينوني فوق واشبك مع بعض مش مهمة بس تلا خمس وعشرين احنا كدش طاليا خمس هلا باقول لكم هلا باقول لك هلا هلا لاحظة شوي هلا وهي تريو بتنزل لاخر مصبر راح بعرفش كنتيش كنتيش اللي باقول ومش مهمة لا لا هذا مثال حط انا ثلاث عم بس للتوضيح احنا انا جيت شوكوليت بس هاي مش بس هذول قلت انا اول تقريبا عشرة او اول خمس اللي باقول هذول خمس وخمسين كونسب تقريبا هذول هذول همي الاكثر شيوعا اه الموست كومون ومش بس الموست كوم مش ككلمات كمعاني همي امهات المعاني كلها اللي بفرع منهم كل الشجر هلا ليش انا هذول استفصلتنا عن اللي تحتها هذول انبليل مانيوالي هذولا كثير منهم اشي اوتومدي تحت اوتومدي هلا هذول الاول عشرة اللي باقولتك لازم فمامنا جانة دول عربية هذول مين بنتبليين هذولا مش اشي لغوي بتو كنتبليين هذول بدن عمل بحثي مضني جدا فلسفي لاختيارين واختيار وسمياتي بحثي محطوط اول اشي الشي قاعدنا بيقول التشوح نحط الشي ونرد راجع كينوني نقاش طويل جدا انه هاي الشي اولا ما حط اول في الطب الشي اولا كينوني الكينوني الكينوني ليس كمثله شيء من هون الشيء بتعني كل شيء صح؟ الشيء كل شيء بس الكينوني كل فيكون برضو يعني حتى قرآنيا وفلسفيا عمل ضخم جدا لعشان بس تختار الكلمة المفهوم واضح شو هو انه كل اللي تحت بس عشان تك ترجح هاي الكلمة لهاي الكلمة نقاشات مضمية جدا بين فلاسفة عندنا بالجامعة وحنا نناقش وان تحت تدنا وعملنا استندرد اللي هي خلاص كينوني كون فيكون في كون كون فيكون في أحل المشكلة كون فيكون في كون الحجب كل نكون في الأخير أي كل مخلوق كل مخلوق صار خلق الخالق كينوني الكائن بيخذي والكيان بيخذي كيّوني عن مخفو ها؟ فأولا، ألا بدو، كبل أن ندخل بالتفاصيل، أنه نبدأ حكيه بس عشان أقول لكم أنه أنه حتى كل كلمة من هلول تمت دراستها فلسفياً وتاريخياً النواحي الفلسفية والنواحي التاريخية، أخذت في عين الاعتبار هلا كل الإشيء أجا تحكي ليش هذول المبنيين ما نيولي؟ إذا هذول المبنيين ما نيولي الصح اللي تحتهن، يعني بحكومة صحة اللي تحتهن، اللي تحتهن غالباً ما يبقى صح طب، فيه تناكد شوية معنا، إنه صح هو، إنه صح؟ وقع، لا مش ممكن تثبت بطريقة تشريحية جاذبة إنه إنه صح؟ في إكسبريمنتي، إكسبريمنتيشن، شو سوينا؟ جبنا لحد الآن حوالي عشرين ألف معنى وجربنا نحوط طويل، إذا طلب معنى معين بيتيش في هذول المبنيين، معنى هذا المبنيين المبنيين، لحد الآن لا، ما كله طريق صح، هي برضو هن مبنيات، أنا ما قلت إش في إش اسمه دوتشي وسوم، هذول الطب اللي بلز إش فلس بيعني الفلسفة تلونتولوجي، في عنا بس مش مش هن بالزبط، لا، أبوًا إليين، هاي، أنا مباير؟ أنا حتى المباين عربية، بدأ جاء بعض السؤال، فلاسل، لا مش الفلاسل، المعاجل المعاجل هلأ جاي لهذا المؤمن، نجد من المفاهيم معلاش شيء، أنا في شغل واضح في المؤمن لأيدي كنت نحك عن لغة عربية خصية اللغة العربية ومعاني اللغة العربية مزبوط؟ فالمفروض فيه، يعني فيه جهة معينة ليه أصلا مختصة في اللغة العربية يعني أوكي، مثل المية؟ مجمع اللغة العربية فيه مجمع اللغة العربية في كل بلد بالمناسبة، احنا عدت الصال وثيك مع مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مع تكريبة وكل الناس تشتبه العربية مجمع اللغة العربية؟ فضل المعاني غير معدودة، لأ المعاني غير معدودة، لأ بس قصنا هلأ فيه، واب، فيه شي شي، فيه شي شي اسمه يعني في الآخرة، مش حنبه حدش حيبني كامل، فيه شي شي اسمه أصلا درس الكمال تيروتك لغلط هلأ فيه شي اسمه من سميه كمبريهنزي، فيه نوع من الشمولين the most common بس هاي عجل الاساس بالشمول هاي عجل الاساس بالشمول عليك، عليك بس سلام نعم، صحيح بس هاي مش مربوطة باللغة العربية، يعني اللي في الثامن، اجيب أي لغة ثامن، بس هاي جي من أفعاد، تضبط نعم هلا، أولا، بديش ندخل له هلا، بديش ندخل له هلا لغة مالك، سؤال مالك بقول، أبكره أنا هوا أحاط انجليزي بس نجازة لنطلبه، لأنه من رات تشرح لناس تخصصهم من انجليزي، ايه، بيعكوش عرابي سوي، بس هل هاي لو نقولوا جيب نبني هتضبط كمان للغة الثانية؟ بتوقعت شنا بتوقع شنا يعني بتكون فيه انو فيه استعاني من الروزابلية فيها لكنه ليس 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 ليسيه لا تستطيع ان تحكم لا تستطيع ان تجعل هناك مستوى عالي من فيها لكن 100 بالمية تضبط بعد ولا تستطيع ان تدع طيب اللي بدخول الاجلس تبعنا طريقة الاجلس اللي اشتناها هنا في درسناها انه الاجلس اللي هو هاغ الكلام اللي هو بعبر عام الكونسي وطريقة كتابته بيبدأ بالسوبرطايم بعدين بالمثال ما نركز على أشياء المميزة صفات المميزة الجوهرية نكتبون كلمة بيكون في ممكن نستعمل ويجب أن نستعمل وبتكون لازم تكون وهاي الخضايا زي مثال ها زي مثال هلا شو بدورتين شايلة يعني كلمة إذا بدي أقول ترتيب خلينا أبدأ من هون كيف عرف المصفوق الجدول هو مصفوفي بعدين بعدين بحط الصفار مين هو عم المصفوفات اللي أنا بعنيه هون ها اللي فيه بكلبه بيانات ومكون مصفوفه مين طرجه هلا المصفوفة ببدأ بترتيبها يا ما ببدأ بترتيب بقول أنه لو عمل الترتيب اللي بكسطي المصوفة إنه الأشياء بتكون جنب إلى جنب بشكل بدي بيانات وبنحط في بيانات يعني كسطي بنحطش فيه كراسيا بنحط هو للبيانات هلا مثلا ناهر شو تعريف ناهر ايه سوري ايه كلمة جدول بمعنى ناهر كنا هي ناهر بس شو كديش ختمه صغير طب شو ال هذا الكلام شو معناته شو معنات ناهر يعني لو ذكيم هاي الكلمة واستبدلها بها بقول هو طيار مائي كبير يتدفك بمجرى تقصر يعني هاي مثال صح فالقدري ديكم إياه انه هلا لو جدنا كلمة جدول كنا هي مصفوفة للبيانات مكوناة من صفوف وأعمنة هلا كيف كلمة مصفوفة وحط مطرحها ترتيب لأشياء جنباً إلى جنب بيانات مكونة من صوف وفاعمة هات نحكيها بطريقة أحسن ترتيب بيانات هون ترتيب لأشياء بس هون شيء الأشياء بيانات ترتيب بيانات جنباً إلى جنب وكأنك كنت هاي مصحوفي جبت معناها وعوضت مطرحها هاي تطلع جدول ترتيب بيانات جنباً إلى جنب على شكل صوف وفاعمة كين ترتيب وعوض مطرحها تعريفها الأشياء هون شي هي بيانات صار تنظيم البيانات بصورة منهجية جنباً إلى جنب على شكل صوف وفاعمة لو تسوي هيك بطلع عندك التعريفات هاي نوع من تقدر تعمل ولدي كنترول مرات لا للنوعية تكليوسيسيسية انتوا علي كيف؟ طيب هلا شو الفرق بين الأربية كنترولوجيا والويبنيت؟ فلسوفيكلي والأرابي كونتولوجي فلسوفيكلي والفاوني لأنه احنا نركز على الشيء الترنسي الصفات الجوهرية منركز انه كل الاشياء يكون ريجد يعني يعني احنا كنا حريسين ليس منينا الطب المليح بطريقة فلسفية قوية حتى نحكم اللي تحتها هذا ما تسواش لوابنت بطريقة فورمال لدينا ماتماتيك الى ريليشن مشوا بيقبلوا اللي بحكو انجليزي اللي بحكو انجليزي لدينا كونترول طيب هلا المثدولوجي يعني هاي يعني هاتفر تقول خلصتها إذا بنتك بس إذا بدي أعطيكم نظرة سريعة جدا محبا شو كاعدين بنساوي بدي أحكي بشكل عام باختصار طيب شو سوينا جبنا يا شباب كل كواميس اللغة العربية وعنا ودخلناها كلها طبعناها كلها لا وده حولناها لديها ديس واحد سوريا هذا الكلام قرار قديم شوي قديم يعني من يوم ما سوينا السلايد تغير كل شيء اعلان عن وضيفة جزئية للطلاب ولكنكم تدمين هذا شو سوينا كل طلاب يعني بس كسم كبير طلاب جامعة بيرزيتة ومجبورين يعمل مئة وعشرين ساعة عمل تعاونة صح؟ كل واحد بتجيب القواميس هيك منقطعهم ثلاثين ثلاثين صفحة نعطيه للطالب بيطبع الجزء التبعه ونعطيه عليها هاي تسموه عمل تعاونة ونعطيه مكافر نص الشيكل او الشيكل او الصفحة هيك بس فينا طريقة منطبعها مرتين او ثلاثة يعني نفس الثلاثين صفحة ونعطيها لا اكتر من الحمل ووقت ما تكلم نعمل مكارنات والموضوع عنا ماشي لحد هلا صار عنا اه حوالى ميت كاموس طبعا فيه كاموس هالخملة وفيه كاموس كل هن كعادات مدخولة مش بنحول هنه ماكروسوفتوير لداتا بيس يعني لداتا بيس هدا لداتا بيس كاموس عربي عربي كاموس عربي انجليز كله بدخل هلا برتيكم مثل شي بنركز على اشياء بنبدأ بالكواموس اللي فيها زي الإسان العرب هذول بيوم الوسيط هذول بنتعنش هذول كله ايحاءات المعنى فيها حراج عليه اذا بتلك معنى تلك كاموس في بلوس من هذول الكواموس الكبار كله المعنى فيه ايماءات موجود بايماءات كلها ايماءات فاذا روح دور فيها لا هلا احنا على كل حال مثلا هان هذا كاموس فيه اسمه وكشنري اخذنا منه كمية هلا هذا التأسي التأسي وهو في الفعل ان تفعل مثل ما فعل الرسول على وجهه من اجل فعله التأكيد وهو التأكيد كذلك التوكيد كذلك والتعريف الذي نراه له انه تكوية مدلول اللفظ المذكور بصراحة فيه اشياء هاي شوف اه فصل في الخلق يقال بر الله الخلق وفترهم وجبالهم شو هذا هذا كلوس تبقى التأسي العربي في القرآن تبقى 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 تشتركيام وانا يقول هاي مالات فصل قاتل معاني كامل اللي عبارة طيب اذا احنا هذول بلزماش يعني هاي اخذناها هاي لا هاي لا هاي اخذنا منها اشي معجم الحاسبات مثلا اركتكتر الشكل العام لنظام حاسوب ما ويتضمن هذا احنا كله من دبه هاي مثلا اه هذا قانون الخاص اخذناه في اقرب الموارد ما اخذناه هوش المعجم الاسلامي ما اخذناه هوش معجم الالفاظ المشتركي اخذناه المعجم الوجيز لا وهلومجر هلا شو سوينا احنا اختصار احنا ماشين احنا هنعمل هن كله بس ايش ماشين بيسمين الاحسن منحول هن بعد ما نطبع هن بتحولين بالضغط بطبع الطالب في تابل في ميكروسوف وير بعدين في حدا بوضو بحطه في اكسل بنظفه بعدين بننكله على داتا بيس في حدا بقعد بنظف اكتر بعد ما يتنظف الكاموس مليح بننكله على داتا بيس بعد ما ننكله على داتا بيس بعد ما هذيك المرحلة بنجمع كل الدكشنرز مع بعض بطلع كل قواميس اللغة العربية دكشنرية داتا بيس واحد هاي هذا لحد الام مخلر صنعش هلا بطلع عنا باختصار انا بدي ارجيك الشادي بطلع عنا معاني قواميس اللغة العربية هلا بطلع عنا قواميس والاخره للغة العربية كلها هلا كيف بدنا ندل العلاقات يعني مراجعة بس كيف بدنا ندل العلاقات شو سوينا عملنا برنامج اذا بتعطيه قواميس بالعربي هذول بالانجليزي كم واحد اللي قواميس باسم باسم الوردنت مش هون مش هون مية وخمس وخمسين مية وخمس وخمسين كلبة بس اله مية وسبعتاشر قلس هلا اذا بتعطيني قلس بالعربي وبتعطيني المية وسبعتاشر قلس انا عندي برنامج لا شو تساوي بكل هار بتاع العربي ايك ايكوبيلانت لا انواح اذا بترجع وبقارن وبعد ايكوبيلانت زين بس بحتي فكرة انه اجمع على ايكوبيلانت صح سوى من سيو يعني بعد ايكو بدون تكريبا تسعين بالمية فشو بنساوي احدا لليش؟ بالضبط الموضوع بعد ما نجمع من كل القوبيل سواوا بطلع عندنا اللغة العربية زيه كونسب 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 بس ما في بينهم ايه اش بس اللغة بس الانجليزية بس اللغة بس الانجليزية في بينهم اللي بنكتب قلوس اللي بموضوع لا نهائي يعني القور بجوز انه يبطع مية وخمسين مية مية وخمسين الف القور اللي الكمون فيه تجاه نعم وانا انا عضو في جامعة الدول العربية راح قال لك قاعدين تهمانوا عربك وانا بنت بس بصراحة انا عضو معاهم راحين بالتجاهات منهاج حراكة بس بس راحين لا انا انا بديش بكلشي جاو مش كور حتى هدول كومون كومون هلا فليد اقولوا يعني ايش زي الانجليزي بطبع كومون بس انت حظلك تضيف بقول حياتك حظلك تضيف ها هلا شو اللي بنسوي احنا في عدة مراحل شايفين هاي هيك اللغة العربية هلا عنا هيك فيه مئات الالاف او عشرات الالاف من الكنسب العربي فيه عليها قلوس كيف هذا الكلوس بلد لها حدود معروفة وشعب وفيها حقوق مؤسسات منظمة انا سميها نود 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 كونسب 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 الانجليزي هايو مليح طب هلا القوم الدكشنري سوري تبعنا اللي هادل سوينا الماتشنج فانكشن شو بساوي بتعطيها بكلك بكلك اكوبلانت لاكتر اشي هول وين بكلك بكلك دي بعدين تعطيه ايه بكلك بي معناته صح لحد كبير بس مش صح مية بالمية فهاي انا بسميها this is only a good start احنا هاي مش مياخدينها وحطينها هاي just a good start a good start هلا بتشوف شو بنسوي طيب هلا لاحق جلنا هذول هلا انسى هاي العملية احنا اكتشفنا انه سي صب كلاس من ايه هاد اوتوماتيكلي هاد برنامج اللي عملها برنامج اللي كعلاقات بين هذول باعتمادا على ال wordnet باختصار برنامج مش انسان هلا نيجي لهن خلينا كبت خلينا بس بت نديش اتجاوبك الا بعد ما كل استبها عشان انت الحكمية استمشوا هلا شوف طلع هاي الاستبشي هاي استب ما نيوالي مش هذول اربعة كونسب كل لنا ايه جويل مش هذول اربعة كونسب اللي عنا وهان شو فيه عندنا هذول اللي بنيها من يوالي الخمسين وخمسين كونسب اه من يوالي من يوالي شو من يجي من كل منعملهم ماب على هذول يعني من يجي للكونسبت من لزكو تحت ان هو واحدين من العشرة هذول كيمو وحطو كيمو وحطو كيمو وحطو كيمو وحطو ليح يعني هون بجوز يبكي عندي بسميها انا بسميها سلاب سلاب هاي في الاخر زي السل تيجي للكموس تكيمو وتحطو بسل هاي وان هلا مش اخذت في الزب هلا طالع علي طالع علي خذي 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 هاي هلا انا قبل شوي شوك عرفت انا انو سي وين عرفت من سي ها ما وتوماتيك لي بكيت كايل انو جي 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 سب طايب او اي واتس سب طايب او بسي هلا هاي الخط ما نيوي اللي عملتو هادا الخط بسرعة من عمل بس احنا وين المشكلة بدي ارجع لخطوة المشكلة انو هلا انا عملت الهماب هيك بس السا انا بعرفش انو هادا سب طايب من ها وهذا سب طايب من ها ها هلا انا شو سويت مح جي بتي لتلعب مع اي او توماتيك لي هانو شو فيه انو بكل فيه فيه هل هاي انا بدي اسأل سؤال هل هاي الصح ليه بس طب هاي 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 اطلعها هي انا عملت تمانية ولي وهاي عملت تمانية ولي اتطلع لي او توماتيك لي هاي سب طايب من هاي غالبا ما هي بالزبط غلط صح فهاي يعني المفروض انه هاي اه سوري سوري هاي بمحى هاي هلا بمحى هاي وبمحى هاي بمحى هاي ليس لنها وبمحى هاي لي لنها غبا هلا تقريبا اشي زي هيا طبعا منعيد استعمال وقلوسس مننراجع حين هفكرو هاد الكلام المابي كبل ما نراجع على قلوسس بعد ما نخلص هاي المرحلة منروح نراجع على قلوسس ومنعمله الماب على الويردت كمان استعمل الويردت احنا يعني اوتوماتيكي ما نيولي برضو ما نتأكد كبير على كل حال المهم انه احنا منبدي في هاد الموضوع وين صرنا فيه كم كونسب والله يطراحه ولا خبيش عليكم فيه ساوند انطوليجي خلصناها كلها فيه إشي إلو علاقة بالأشياء الكيموية والبيولوجية كلها خلصات لا البيولوجي لا يعني حسب ما نستلمعنا حسب برانتي برانتي ماشي ولا عمره مخلص ولا عمره مخلص ولا عمره مخلص بالمناسب المهم آخر كلمة بس بدي أقولها في عندنا ثاني قائم بما إنه عندنا داتا بيس في كل داتا بيس اللي هي كل قوامس اللغة العربية يعني عندنا عرب إنجليزي مثلا عندنا قاموس عرب إنجليزي أكبر قاموس في العالم كيف أكبر قاموس في العالم أصلاً اللي بنناها مش بس جبنا كل القوامس ضخرناها وجبنا اللي في جوجل قاموس جوجل وقاموس بينج وقاموس المعاني وقاموس صخير العربي إنجليزي كل هن على بعض ينجمعنا هي المقابرة إنه أكبر قاموس في العالم العربي إنجليزي الحلو الحلو إنه مش هذا الدسم الدسم إنه منه بانينا كاموس عربي عربي وبرنامج اللي بنا أبقى أنا خلط محاضرة أبحكي لكم بس إنه يعني ريسيرت كاموس عربي عربي إنه زي هيك تعطي جدول بكلك مصفو في ناحل قناة ما قناة ما هيك بجوز هذا يش لوكي زوره سيبا بنا وبعدين هلا شو قاعدين نساوي قاعدين من شو نساوي منبور نجمع الأشياء اللي هي علاقة ببعضها بتطلعين هذول سنسلس مظبور بطلعين سنسلس يعني هاي عملية مكملة لكل اللي شرحتوا طيب جبنا المعاني الاستراحية للكلمات اللي هي فهمتك اللي هم معالا استراحية جبنا لهم لا في معاجم متخصصة وفي معاجم عامة زي مثلا معاجم استراحية كصدو مصطرعة السنة فهمت عليه اللي هني زي كاموس طبي متخصص جدا موجود كاموس الرياضة حتى فيه كاموس اسمه المصطلحة يعني مصطلحات البرلمانية كل اشي زي الماكنة اي كاموس هلا عندك في الدار جيبه بعد عشرة ايام تلك الكاتب عندك فريق ضخم بش تلهيك طيب كله اوبن سورس بخلصش هم شروع سوء ايضا المشروع بخلصش كله اوبن سورس بخلصش المشروع بخلصش المشروع بخلصش ومش مشروع فيه مصاري هادا وهي توجه الى بماجر مشروع بخلصش واحد اثنين اوبن سورس مية بالمية اه بهاي المواد بالزبط بالزبط هلأ مشكلتك مش انك خبير بلا مش خبير مشكلتك متفرها هلأ بس لديف نقطة بنا بتشار سؤال قبل ما انسها عندنا هاي الانتولوجي لليش بتنزل لليش بتنزل بدنا استزاوب ع سؤالين كما اتروح لليش بتنزل وشو علاقتها بالإيقبر اول اشي لليش بتنزل انا نيجي نبت بلو سنة نظر ان نحن نبت بها اه اه انا لا اكي كبل ما نبلي انا بقولكم اول اشي افرد انه في السيرج افرد انه عندكم كاموس فيها دي بلو شو المكتفي المكتفي سيرج انجين للقانون كله انت بتبحث عن اجازة خلينا استعمل مثال الجدول اذا انت كنت له اعطيني كل الجداول ومش بس بيعطيك الجدول الجداول وين وردت كل من الجدول ويعطيك كمان اللي تحت اللي كمان بيعطيك اجندة وبيعطيك الجدول اذا كنت له اعطيني اه مثلا بالمكتفي اعطيني كل الاجازات يعني انت تبحث عن يعني مكتفي هو داتا بيس قانونية في كل قوانين الفلسطينية وفي كل الكيسز اللي هم الدعاوي وا 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 يعني انت حاك قاضي واندك تبحث وين بك فيه يعني قضاء في القضاء محاكم الى علاقة بالاجازات كنت له بحثت اجازة بيعطيك كمان عطلي اه اه يعني انا عشان ما بصيت المسائل كله اجازة بيعطيك كمان عطلي ليش؟ لانه هي عطلي اجازة بيعطيك اجازة مثلا جدلت فالسيرت بتعمل انت سيرت بصير سيرت ميننكفول واحد هاي ابليكيشي طيب لما تربط مع الانجليزي معناته بتحل مشكلة بتساعد ترانزليترز يا ظافر بتساعد الترانزليترز اه شو كمان ابليكيشنز بقدر عمل سيرت بالانجليزي بالعرض عطيز من العرب بتقدر تعمل مالتي لينج والسيرتش مالتي لينج والسيرتش انجين شو يعني مالتي لينج والسيرتش انجين يعني data بالعربي وبالانجليزي مثلا وانا ببحث مثلا بالعربي بطلع عليه الجهتين او ببحث بالانجليزي بطلع عليه الجهتين هاي ابليكياشن اسم كل هاي الاشياء هاي تعتبر هاي الانتولوجي تعتبر لكل الابليكياشن اللي إلها علاقة باللغة طب عشان الناس في السيمانتك ويب يعني بس لاحظ هون هاي الانتولوجي شو بتختلف عن الانتولوجي هاي الانتولوجي هاي الانتولوجي هاي الانتولوجي الرفرنس تبعها السكوب يعني مجال التفسير تبعها هو اللغة العربية صح؟ نظبوط؟ بس الانتولوجي اللي هو الانتولوجي الانتولوجي تبتلك كلمات خاصة بشرحة بصراحة ايشي لا نهاية اول اشي في الانتولوجي يعني مثلا انت في كتوك تربط الانتولوجي في هاي تتذكروا محاضرة 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 انه دائما الانتولوجي اربط اربط في الانتولوجي او اربط في ديكشنري سميته لكسيكال ريسورس انا فبداك تربط هاي في هذيك اه واحد اثنين بجوز بكرة بعد بدينا اعمل سيرتش انجل في الانتولوجي ما نبحث عن شغلة برضو نفس الاشي بدك بالفنكشنري تتاعت السيارتش ممكن تستخدم فيها الانتولوجي ولا بديش يسمى معنى فانتك فترضي انه اسمها اسمها فترضي هلا جدلا هذي قصة ثانية فانتكة بس يعني انه يعني تبحث على المعنى يجيب الكلمة يعني اناوي يعني هذا موضوع يسموه مرات فينا اللغوين بالدكشنري انجينيرينج ما بنا حسين كيف تفجع تسير اي موعيسة سير العالم اي موعيسة اي موعيسة اصراعية اصراعية لازم يكون كنا غايات فيها مرة تتفاجأة وحطنا مغاية لنعمل التجارة يعني عمال التجارة مجوق يعني عمال الزراعة مغاية اصمقوها من مغاية اللي نعمل التجارة صمقوها انه ما يستمر بالتسلم والقاضي اي اتنسوا الان موجود مرعب شخص واستمرون براعب الهوان قصة نفس البلاد ونصف ما فين الاتحاد العام في المقابل التعريف والاتحاد العام كيف يتعلق احنا احنا نطلعش انه اذا في زي الاتحاد العام خلينا نقولي الاتحاد العام في قانون إلها معنى وفي قانون ثاني إلها معنى هذا ويل قانون فلسطين بينيناش أو شركة إيرف هي وجمعية بس أهل فلسطين اللي بينيهم ما ضب بينيناش لحن هاي إشي للغة العربية كلها الضبط إننا بنوغي الأمور من ناحية اللغة مش من ناحية قانون بلد معين سنة بروحوا كمان مرة خلي خلي اسمعوا له هذا آها 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 هلا إذا بتسمحيلي أول إشي أسأل السؤال إذا بدنا نمثل كل الداتا باستبعدنا بالويرد نيت كيف ممكن نساري نعطي كل معنى يعني رقمه هو عبارة بصير سبجيكت أو أوبجيكت والسبطاوب أه بدوش يتبنى تعريفي آه بيقدر بيكون يضيف عليه خصصه يعني نسمي. بيقول هاد وبعدين بحط سري بضيف تبعه بقول سبك سبك لاس اوف من التعريف ها. طب هن مش تبقى من المشكلة هنالذي تعتمدوا. ما مش هو ضاف عنده وضافوا عندنا. اه. ومضافوش عندنا وضافوا عندنا. طب هن في غير الاسماء كمان في افعال. اه اه. لا 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 الكلمات بغد النظر هي اسماء والافعال ولا شو. زي تدول. ماذا مش مهمة. تعرب كنا هاي. العلاقة بالسيمانتكس مش بالسيمانتكس. طب. عشان ساعدنا سبنا عليها. فيها هي معلومات فيها مش بس 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 انا مش اديش حكيها لانه هذيك اجر محنا عين موجودة موجودة دفناها. مش هدف. يعني هلما هي مهم من داتة بس داتة بيس مش موجودة عندنا يعني فيها. مش مجانة يعني هلما مداياتنا يعني برضو تنساشل احنا ببداياتنا مش. اشتركوا في القناة